لو علم الناس ما في الماء البارد من فوائد جمة للجسم لما تركوه مدى الحياة فالاغتسال بالماء البارد قبل أن يكون نصيحة طبية فهو توصية ربانية قال الله عز وجل لنبيه أيوب عليه السلام لما أراد له الشفاء من سقمه أركض برجلك هذا متسل بارد وشراب أي اضرب برجلك الأرض فينبع لك الماء لتغتسل به وتشرب منه فما هي فوائد الاغتسال بالماء البارد وكيف نستفيد منه كنظام علاجي أثبتت دراسة ألمانية أن الذين خضعوا للعلاج بالمياه الباردة لمدة أربعة أسابيع ارتفعت لديهم مستويات المقاومة للأمراض وزادت نسبة إفراز هرمون الأندروفين الذي يقضي على الألم فالاغتسال بالماء البارد ينشط الجسم ويزيد من تدفق الدم يحسن المزاج وينبه الجهاز العصبي مما يساعد على سرعة ردة الفعل وتنشيط غدة البانكرياس وزيادة هرمون الأنسولين في الدم وتقليل تورم الجسم وشد البشرة ومنع التجاعيد لذلك نجد كبار السن في الصين مثلا أصحاء وكثيرا من الرياضيين يستحمون بمياه باردة تصل إلى درجة التجمد فبهذا تزيد منعة أجسادهم ويتحسن أداء أعضائها وهو شفاء بإذن الله من الهم والمس والسحر قال سبحانه وتعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب للحصول على منافع المياه الباردة ابدأ كل صباح بالاغتسال بالماء الدافئ ثم افتح الماء البارد وابدأ بقدميك ثم يديك ثم الوجه وفروة الرأس ثم صب الماء على سائر الجسد وعن مدار الاقتسال بالماء الشديد السخون يقول ابن سينا أن الماء الحار ينفذ قوى الجسم أي أنه يضعفه ويتعبه ويزيد من حموضة الدم مما يعطي فرصة أكبر للإصابة بالأمراض